قد تصلح أن تكون مركز غسيل أموال أو شركة تعقيب معاملات أما أن تكون حكومة كاملة الصلاحيات فهذا تجن على الحقيقة الحديث هنا عن الحكومة في العراق منذ عام 2003 لما تأسست وما هي صلاحياتها وعلاقتها مع الحاكمين الفعليين للبلاد منذ أن وضع بول بريمر لبنتها الأولى جمعت الحكومة خليطا من هوات السياسة من باحث عن السلطة والمال وحالم بمشاريع طائفية مشحون بثقافة المشروع الإيراني فلم يجد المجتمعون أفضل من نظام المحاصصة ضامنا لاستمرارهم وتنفيذ مخططاتهم فلم تكن الحكومة تمثل هوية الدولة ولا الدستور هو الضابط لها لكن وجود الحكومة والبرلمان والمؤسسات اسميا هو أمر ضروري لشرعنة النظام الجديد دوليا أول ملف أثبت عدم وجود حكومة هو الملف الأمني سلاح منتشر بين كل أفراد الشعب للعشائر سلطة وللميليشيات سلطة أكبر ومن الناحية الاقتصادية كانت إرادات النفط مغارة الكنز الذي بدأت الأحزاب بنهبها ولم تكتفي بذلك بل طالت صفقات الفساد كل القطاعات الاقتصادية الأخرى وأشد من ذلك سوءا اللجوء إلى تجارة المخدرات والمواد الممنوعة فأصبح واقع الحكومة والمؤسسات معطلا على الحقيقة ومصطلحات الهيكلية الحكومية مجرد مفردات تستخدم لإيهام العالم الخارجي أن العراق ما زال دولة معترفا بها الصراع السياسي بعد انتخابات عام 2018 بدأ يكشف للعالم عن زي في سلطة الدولة ويظهر الوجه الحقيقي المرعب للدولة العميقة فبدأ العمق العربي يدرك أنه لا يتعامل مع دولة مؤسسات يمكن الثقة بسياستها الخارجية وعلاقتها الدبلوماسية استمرار حالة الدولة واللا دولة في نفس الوقت بالعراق مع تفاقم الخلافات بين الأحزاب أصبح أمرا صعبا لكن المجتمع الدولي إلى الآن يصر على ترقيع الصورة السياسية في العراق عن طريق دعم الهياكل الحكومية والترويج للنظام الديمقراطي المزيف